بعد ونشوف بعض الحاجات الحقيقة المبكية إن الحاج ينزل من السيارة ويسجد في الأرض تكون الأرض ترهابه يعني يحرص إنه ما يبغى رجوله تنزل في تلمس أرض الطاهرة هذه يبغى جبينه يلمسها أول فكانوا الحجاجة لندنونسينا وكانوا يسمى حجاجة الجاوة يأتوا بصراضي كبيرة كده تسمى السحاحير وهذه فيها يعني من الأمتعة ما يكفي لرحلته سواء من الملابس ومن الزاد ومن خلافه فكانوا يعني في جزء من الأمتعة دي كانوا يسوقوا ويبيعوا هنا فالحجاج للندنونسيين يصلوا إلى جدة طبعا يكون عالما العائلة الطوافة المطوفين والدلاء والأوكلاء المنظومة دي المتكامل حقت الحج هي تكون في استقبالهم بدأنا أنا شخصيا طبعا وأخواني وأخواني زكي وأخواني زهية طبعا وتمرس في هذا المجال وبدأنا من نشيل الشنط للحجاج ما كان لسه يعني طبعا كل واحد له مهام ففي سين معين نحن نشيل الشنطة الحجاج الكبور الكبار نساعدهم ونوكزهم حتى نوصلهم للبيت وهكذا وطبعا نفرح والله جاء الحجاج ونزل تلم عليهم ونقدمهم الخدمة هذه وطبعا نستقبلهم بالزمزم وبالورود وطبعا بالوجبات الله رحمها الوالدة من أسرة مكية الوالدة شفاء خارد عرقسوس طبعا هم من الشعب ونحن من الفلك ومكة كلها كانت حوائر يعني متقاربة جدا فكانت رحمة الله عليها يعني من المناظر المؤثرة اللي الان ما تغيب عن ذكرتي رحمة الله عليها كانت يعني الغرفة والمطبخة واسمهم مركب كانوا يقولوا عليه أول قريب من المكان فتكون نايمة في الليل ويقول لها الوالد ترى اليوم جاي لنا مئتين نفر أو عشرين نفر ولا خمسة مفر فهي طابخة على قد هدولة فبس يجوا من يوم قلت يجوا وصلوا للجماعة تصحى من النوم وتقوم تسخن الرز والأشياء اللي هم طبعا كانت تتمهرة في مسألة الطبيق اللي هؤلاء الاندونوسي اللي هم الحجاج يعني يوجوا تعبانين فجيد أنك أنت تعطيهم نفس الوجبات حقهم حتى يحسوا كمان إيش ترجمة نانسي قنقر